كل ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي هو ما يرصده لكم برنامج والنهار تريندينج مشاهدنا أهلا بكم الجميع قد يصاب بالخوف والدعر جراء ما يحدث في العالم من انتشار وباء كوفيد 19 الأمر طبيعي فلا يمكننا أن نتحكم في أحاسيسنا ومشاعرنا لكن مشاهدنا علينا أن لا ندعها تتجاوز الحد المطلوب حتى لا تتحول إلى هوس ولكن مشاهدنا برنامج تريندينج هنا دائما لصرع الإيجابية في نفوسكم اليوم مشاهدنا معنا فيديو لأحد الفنانين الذي تماثل للشفاء من وباء كورونا وخاصة قناة النهار بتصريح حصري لدى خروجه من المستشفى الحمد لله يا ربي أولا الحمد لله يا ربي أولا الحمد لله يا ربي سبحانه على الشفاء هذا شكرا للمشاهدة إن شاء الله كما أنا قاومت وراني حنولي المعافي للدارنا غراسة أربية سبحانه غراسة وستافت عالق التركيون إتي فريمو على أوتر أنا من ناس اللي من جاملش أنا من ناس اللي جو سيطانة أسبران والبلي بار اللي يعرفوني على بلهم بيها إيزان إتي بلوس كالأوتر يعني إيزان إتي وابتسوا معانا يعني ما شاء الله ماشي مجاملة إن شاء الله ربي يرضى عليهم إن شاء الله ربي يرفض علينا الوباء والبال هذا فيديو مشاهدين أكبر دليل على أنه يمكننا أن نتمثل للشفاء لكن هذا لا يعني أن لا تلتزم بإجراءة الوقاية ولكن نحن نتمنى لكل المصابين بهذا الداء أن يتمثلوا للشفاء في القريب العاجل يا رب وندعو الله أن يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء مشاهدين الكثير من النشطاء عبر مواقع توصوله الاجتماعي تفاعلوا مع هذا الفيديو وحمدوا الله على الشفاء شفاء الفنان شفيق باهو حيث جاء في تعليق الأول الحمد لله على سلامتك أخي الفاضل إن شاء الله الشفاء العاجل الباقية يا رب بجه النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعليق آخر مشاهدين جاء الحمد لله اللهم شفي مرضانا جميعا وكذلك مشاهدين تعليق آخر الحمد لله وفي التعليق الأخير جاء ربي شفي جميع المرضى المسلمين آمين يا رب مشاهدين في الهاشتاغ الثاني رسالة براءة والذي يستمر معنا لليوم الثاني على التوالي هذه الطفلة التي تسمى خديجة قررت أن ترسل بعض التشجيعات للأطباء فكتبت لهم رسالة ونشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبرنامج تراندينج هنا لإيصال رسالة خديجة إلى كل الأطباء أطباء الجزائر الذين يشاهدوننا الآن حيث كتبت لن أنسى أبدا بأنكم أبطال لأنكم تفعلون كل شيء لأجلنا برغم من أن هناك بعض الأشخاص أشخاص ماتوا وأنتم محبطون ولكن هذا لا يعني بأنكم لا تفعلون أي شيء أنا والجميع نشجعكم للقضاء على هذا الفيروس وحظا موفق مشاهدين هناك الكثير أيضا من النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا مع رسالة خديجة وعلقوا من أجمل الكلمات شكرا لك حبيبة حبيبتي ربي حفظك وفي تعليق آخر مشاهدينا جاء فيها ربي بارك فيها تكبر وتولي طبيبه في أحسن حال وكذلك مشاهدين جاء في التعليق الأخير يا حبيبتي ربي خليك ويحميك كذلك مشاهدين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كان قد نشر منشورا له عبر الفيسبوك الذي أشاد به بعمال قطاع الصحة وكتب بمناسبة اليوم العالمي للصحة تحية تقدير وامتنان لأطبائنا ولكل أسرة قطاعي الصحة على تضحياتهم ولشعبنا على تضامنه الذي أبهر العالم كما أبهره الحراك المبارك عاشت الجزائر واقفة المجد والخلود لشهدائنا الأبرار وكذلك مشاهدين برنامج تريندينج يشكر كعدته دائما كل الطاقم الطبي وكذلك رجال الأمنة الذين يسهرون على توفير الحماية للمواطنين ولشعب الجزائر بهذا مشاهدين نصل وإياكم إلى ختام برنامج النهار تريندينج لنهار اليوم ألقاكم غدا إن شاء الله نفس التوقيت ونفس القناة بفيديوهات جديدة إلى اللقاء